الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائنا الطلاب وفي درس من دروس التربية الإسلامية للصف السابع فقد وصلنا إلى الوحدة الخامسة إلى الدرس الأول سورة الانفطار سورة الانفطار آيات الحفظ الآية الأولى إلى الآية الثامنة وسنقرأ عليكم الآن الآيات المخصصة للحفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم هذه آيات الحفظ المطالبين بحفظها وكتابتها وإرسال المقطع صوت للحفظ والمكتوب إلى المجموعة الآن نقرأ معاني الكلمات انفطرت أي انشقت انتثرت أي تساقطت فجرت أي اختلطت ببعضها فاختلط عذيبها بمالحها بعثرت قلبة ترابها وبعث موتها ما غرك بربك ما الذي خدعك وجرأك على عصيان ربك فسواك أي جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء فعدلك جعلك معتد للخلق متناسب الأعضاء وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لملائكة حافظين لأعمالكم كراما كاتبين كراما على الله تعالى يكتبون أعمالكم الأبرار هم المؤمنون المتقون الصادقون الفجار الكافرون يصلونها يوم الدين يقاسون حرها يوم القيامة وما هم عنها بغائبين أي بمخرجين لا تملك نفس لنفس شيئا أي لا تملك لنفسها أو لغيرها نفعا باقي الآيات والمعنى العام سيكون هو موضوع درسنا الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنقرأ المعنى العام ونقرأ معه الآيات البقية الآن نراجع مراجعة بسيطة لأحكام التلاوة التي أخذناها ومقرر عليكم وكما هو معلوم عندكم أن أحكام التلاوة المقرر لهذا الصف المد الطبيعي والقلقلة والمد الطبيعي هو كل حرف ألف ساكنة واو ساكنة يا ساكنة لكن الألف قبلها الفتحة والواو قبلها قبلها الضمة واليا قبلها الكسرة الآن لو نناحظ هذه الآيات أين موجود حرف مد طبيعي إذا الألف هنا هنا الألف ساكنة وقبلها فتح إذن يمد مد طبيعي ومقداره حركتان والحركتان هو حركة الأصابع أو إصبع واحد إذا السماء ومد آخر يسمى مد متصل ليس مقرع عليكم عندنا وإذا الثانية الكواكب الألف وقبلها فتح كذلك وإذا الثانية البحار الألف قبلها فتح وإذا الثانية القبور هنا الواو ساكنة وقبلها ضم ربما طالب يسأل يقول أين السكون؟ الواو لم يجد عليها سكون في القرآن الكريم الواو والألف واليا إن لم تجد عليها حركة فتحة أو ضمة أو كسرة فأعلم أنه سكون فلا يضعون السكون فإذا الواو هنا لا يوجد عليها حركة فهي سكون وقبلها ضم إذن هنا ما الطبيعي والسبب عندما تسأل ما السبب تقول الواو ساكنة قبلها ماذا؟ قبلها ضم الآن نريد يا ساكنة طبعا هنا مد لكن يسمى مد عارض للسكون لا يسمى مد طبيعي الآن نأتي مثلا تكذبون كذلك ما الطبيعي نريد يا يا حتى نكمل أحرف المد هنا سؤال يوم ساكنة هل هنا ما الطبيعي الجواب لا لماذا؟ لأن قبل الوا فتحة كذلك يوم الثانية هل فيها مد طبيعي؟ الجواب لا لأن الواو ساكنة نعم لكن قبل الوا الفتحة الحكم الثاني للتلاوة هو حكم القلقلة القلقلة هو صوت تفخيم للحرف وأحرف القلقلة مجموعة في قطب جد هذه الأحرف الخمس إذا كانت ساكنة فإن كانت في وسط الكلمة كان القلقلة تسمى القسم الأول قلقلة صغرى كإبراهيم إبراهيم نجوى فإن كانت في آخر الكلمة ووقفنا عليها بسبب سكون عارض فتكون قلقلة تسمى بالقلقلة الكبرى مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلق القاف هنا لأن وقفنا على هذه القاف والقاف من أحرف القلقلة قطب جد فسكنا كان سكونا عارضا فحدث قلقلة تسمى بالقلقلة الكبرى أعزاء الطلاب وظيفتكم حفظ هذه الآيات وكتابتها وحفظ المعاني وكتابتها ومن ثم لالتقي بكم في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر